خلال لقاء تلفزيوني على شبكة سي بي اس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رفع العقوبات المفروضة على النظام الإيراني لن يتم إلا إذا احترم الأخير التزاماته في الملف النووي بايدن أكد أن بلاده لن تلجأ إلى رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي مشيرا إلا أنه يجب على الإيرانيين التوقف عن التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوصة عليها في الاتفاق النووي واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ توليه السلطة عام 2017 حملة الضغوط القسوى على النظام الإيراني والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية إضافة للانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 هذه الإجراءات واجهت انتقادات من قبل باقي أطراف الاتفاق روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بينما اتخذت إيران خطوات عدة لخفض التزاماتها ضمن الصفقة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم ومنذ تسلم بايدن السلطة في الولايات المتحدة وهو أحد المشاركين في عملية التوصل إلى الاتفاق النووي أثناء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما زادت التوقعات للعودة إلى الالتزام بالصفقة النووية من قبل الطرفين من جانبه قال وزير خارجية النظام الإيراني محمد جوازريف إن حصول إيران على تعويضا من الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ليس شرطا مسبقا لأحياء الاتفاق